البدايهه في الكلام على الالكترونيك سيركييت책هيوووووووووواوووووو project مختلفة منه different electrical functions depending upon the purpose for which they are used يعني ممكن نفس المكون هو هو يستعمل في different functions حسب احنا حطينه كمزائي في الدايرة وطبعا the electronic equipment أو the electronic circuits الكبيرة بتستعمل انواع مختلفة من components عشان في الآخر the integration of functions بها كلها هي التي تدينا في الآخر function الاساسية ايضاً بتاعه الإلكترونيك elevate لا يمكن نقسم الإلكترونيك أسرڤل لنوعين يامى باسيف كومبوننس و يامى أكتف كومبوننس الباسيف كومبوننس عموماً بيعملوا contribution لNOPOWERGAIN يعني ما بيعملوش أمبليفيكيوش للحاجه اللي داخلها لهم يعني بنتكلم على ان الباور اللي داخلها لهم بتبقى اكيد اكبر مني او تساوي الباور اللي خارجه و ممكن هي بنتكلم على ان ما فيهاش Control action. يعني ما فيهاش control action يعني هي نفسها بتتصرف بنفس الشكل ما نقدرش ان احنا هيتحكم هي بتتصرف ازاي يعني بنفس الاكشن بتاعها ده ما بيتغيرش لو حطتها في اي دايرة ما بيقاش في اي اختلاف في الكاركتريستيكس بايتها وما بتحتاجش اي input other than the signal to performance function يعني ما فيش حاجة اسمها مثلا انا بدخلها two signals واحدة control واحدة signal لا هي signal بس بنسبة الاكتف كونبوننس لا بيبقى عندنا ممكن يبقى فيها عندنا control يعني يقدر نحنا control الاكشن بتاعها بتصرف ازاي وممكنها تعمل switching action في circuit يعني ممكن هي تغير لنا الطريقة اللي circuit بتاعتنا بتتصرف يعني تغير مثلا من طريقة يعني باسلوب مثلا characteristics معينة لcharacteristics ثانية حسب الكنترول بتاعي وممكن amplify or interpret a signal يعني ممكن احنا نكبر بيها signal داخلنا او ممكن نعملها analysis او ممكن نعمل لها نوع من انواع اللي احنا نعمل نتصرف مثلا فيها بشكل معين او نفهم السيجنال الداخلة دين هي مقصود ان characteristics بحاجة معينة او حاجة تانية طبعا المثال الواضح على active components هو integrated circuits المثال الواضح على passive components هو discrete components داي resistors والcapacitors والinductors حاجات دي كلها لما نيجي نتكلم بقى على التصنيف تاني ممكن نتكلم على ان احنا ممكن نصنف components دين هي يا اما discrete يا اما integrated circuits لما نتكلم على component هي نفسها بتبقى package with one or two functional elements بنسميها discrete component لما بتكلم مثلا على resistors الresistors دي اللي بصينا على resistors نفسه دي عبارة عن حاجة مستقلة في package مستقلة لوحديها هي الحاجة اللي جواها بتبقى عبارة عن resistance بس نفس الكلام نسبة الinductors نفس الكلام نسبة الcapacitors لما يكون الباكج نفسها فيها مكون واحد بس بتكلم بنها discrete component لما بتكلم بقى على integrated circuits بتكلم على combination of several interconnected discrete components packaged in a single case to perform multiple functions بتكلم مثلا على microprocessors بتكلم على op amps دي عبارة عن package واحدة فيها ممكن يبقى مئات او آلاف من discrete components علشان في الاخر يعملوا الفونكشن الأساسية بتاعتهم فالintegrated circuits هي عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من discrete components كلهم محطوطين في نفس package طبعا المعظم الاحياني احنا بتعامل مع integrated circuits دلوقتي بقى صعب دلوقتي ان احنا لبني دوائر بتاعتنا من حاجات صغيرة وطبعا بيبقى في عندنا بعض الحاجات الخارجية طبعا زي الinductors يعني لازم دايما بيبقى في حاجات زي كده برا بس دلوقتي بقى حجمها في circuit بقى أقلب كتير جدا من زمان زمان كان كل حاجة بتتبني discrete components دلوقتي بقى مور ديجي نبص بقى على component نفسها بتتوصل الزي بالدايرة او تحط زي على printed circuit board اللي احنا في الاخر بنحط عليها كل المكونات بتاعتنا بنلاقي ان هي lead بتاعتها ممكن يبقى لها نوعين lead هي عبارة عن رجلين بتاعت اي سي او رجلين بتاعت component نفسها زي ما احنا شايفين كده ممكن يبقى لها شكلين اساسيين جدا يا اما حاجة بنسميها through hole component يعني الشكل بتاعتها بيبقى عبارة عن lead بتاعتها كده بتخش جوه integrated circuit او جوه الPCB وتطلع من ناحية التانية يعني بيبقى في عندي فتحة هنا كده بنحط فيها الرجل بتاعت المكون ونلحم بعد كده عليها يا اي ما بيقى في حاجة اسمها surface mounted components surface mounted components بمعنى كده بنتكلم عن هي محطوطة من surface واحد بس مش محتاج ان هي تبقى داخلها من جوه printed circuit board وتطلع من ناحية التانية لا ده هي بتتلحم على جنب واحد من جوانب الايه printed circuit board طبعا بنتكلم على ان زمان كان معظم الدوائر كان بالشكل ده كده يعني كان زمان كان اسهل لنا نحنا نعمل printed circuit board يعني تبقى single layer او يعني two sided او يعني حاجات في الاخر بتبقى سهلة فعلا ان انا فعندي فتحات بالشكل ده والحم المكونات عليها في المكان ده كده بتبقى شكلاوية ملحومة بالشكل ده كده لما ابتدت الدوائر بقى تكبر ومالتي layer PCB بقى تبقى تبقى موجودة بقى صعب جدا ان احنا نفتح فتحة لان هنا في cross section بتاع printed circuit board نفسها بقى فيه layers كتيره وليرزي فيها tracks ماشية وبقى صعب ان انا اخد فتحة كده تبقى ماشية في كل اللاييرز وبتاع ادل شوية design بتاع printed circuit board فبقى اسهل كتير ان انا احط المكون بتاعي على جنب واحد ويبقى ملحوم في الجنب ده وخلاص معظم الدوائر الجديدة الحقيقية هنلاقيها surface mounted يعني بقى ناديرا دلوقتي ما بنشوف دوائر يبقى فيها through hole solder components او يعني الشكل ده ما بقاش كتير اوي بس ده الشكل المعتاد اللي احنا لما حد فينا مثلا بيجي يعمل المشروع تخرج ولا حاجة بيبطر ان هو يستعمل حاجة زي كلا ان هي اسهله بس الحقيقية ان دلوقتي في الاندوستري هتلاقي ان انت صعب ان كنت تستعمل حاجات through hole فبقى surface mounted هو more common يعني في الدوائر اللي موجودة حاليا ال component leads برضو ممكن يبقى لها اشكال مختلفة طبعا هي بنقسم طبعا ان هما يعمى through hole يعمى surface mounted بس يعني عمتا ممكن يبقى نفس الحاجات دي لها اشكال مختلفة كمان فممكن يبقى عندنا component وحاجة بيسميها axial leads يعني leads عبارة عن حاجة كده مشى في الاكسس بتاع component نفسها زي resistors لما يجيب resistors كده بتلاقي ان الرجلين بتاعتها بتبقى نفس الاكسس اكنها بتتمثلين الاكسس بتاع component ده الشكل بتاع axial leads ممكن نتكلم على حاجة لها radial leads radial leads نتكلم على حاجة بتبقى المكونات بتاعتها بيبقى الرجلين بتاعتها كده بيبقى الرجلين بتاعتها في اتجاه radius يعني شوفنا مكونات برضو شكلها عامل كده بتبقى radius بدا ما هي الرجل طالع من من السنتر كده هنا لها تطلع من الجنب هنا كده بحيس انها تتلحم عليها ممكن يبقى في حاجة اسمها single in line package بيبقى عن مجموعة رجلين مع بعض كده in line يعني مجموعة يعني اللي هي leads بتاعتها بتبقى كلها عاملة single line او ممكن تبقى dual in line package بيبقى عبارة عن two leads يعني two sets of leads كده كل واحدة عاملة line وطبعا اسمي package دي طبعا مهمة جدا لان احنا وحامل order components مثلا لو حد داخل على سايت في الانترنت بيحاولي order components هنلاقي different characteristics او different packages موجودين لازم يكون فاهمين الكلام ده معناه ايه عشان نقدر نطلب الحاجة صح لو انا عايز استعمل حاجة هتركب مثلا في الbreed board يبقى لازم استعمل حاجة بالشكل ده كده او حاجة بالشكل ده كده او حاجة بالشكل ده كده ننفعش استعمل حاجات اللي بتبقى surface mounted مع الbreed board لو انا عايز اعمل prototyping فده دي one in line package هنلاقي معظم الايسيز اللي احنا بستعملها في المعامل بتاعت الكليات هنلاقي انها بتبقى فعلا بتبقى دي one in line package ممكن يبقى عندنا حاجة اسمها pin grade array او حاجة اسمها ball grade array دول عبارة عن ان بيبقى في عندي array كده ما بقاش بقى يعني عندي حاجتين كده بس وخلاص two lines كده بقى في عندنا مكونات فيها عدد كبير جدا 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 من الليدز فبيبقى صعب ان انا نحطها بالشكل ده كده المكون كده يبقى شكله او حاجمه كبير قوي فنحطها في array كده بالشكل ده كده ممكن يبقى عبارة عن pins كده معمولة في فتودة mention grid بالشكل ده كده او ممكن تبقى عبارة عن كورة نص كورة كده ودي بتبقى surface mounted بقى يعني دي كده بتخش جوه printed circuit board لا دي بقى ممكن احنا هنتكلم انها تبقى ايه بتتلاهم على surface بدلا ما بيبقى فيه الشكل بتاعي حاجة شكلها pin كده لا بيبقى عندي عبارة عن نص كورة ونص كورة دي تتلاحم على surface بتاع الايه بتاع printed circuit board وفي عندنا حاجات بنسميها leadless components leadless components معاناها component ما لهاش leads يعني lead نفسها لزقة في surface بتاع المكون نفسه دي بتستعمل طبعا في surface mounted soldering يعني هي نفس الحتة دي كده هي نفسها بتبقى metallic بحيث ان انا اقدر ارحم عليها بالظبط يعني دي بتتحط على surface وتتلحم على المكان اللي تحتيها في printed circuit board ك surface mounted component فطبعا زي ما احنا شايفين المجموعة دي مجموعة دي كلها تعتبر كلها through hole ال packages اللي زي كده اللي هي leadless او ball grid array تعتبر يعني تعتبر مناسبة لل surface mounted soldering ممكن يبقى في عندنا بعض المكونات لها polarity وطبعا مهم جدا احنا ناخد polarity دي الحقيقة في الاعتبار واحنا بنلحم فbasic لازم كل واحدة من lead تبقى marked with positive او negative polarity علشان تبقى معروفة واحنا بنلحمها دي عاملة ازاي فبنلاقي ان احنا يعني مثلا في بعض المكونات مثلا بيلاقي عندنا هنا في positive موجودة فتبقى معروفة ان ديه positive ممكن يبقى مكتوب positive negative action يعني هنا مكتوب مثلا negative يعني معروف دا negative دا ال direction دا negative يعني معروف دا ال direction دا negative بيتكلم مثلا على بعض الحاجات ال diodes مثلا لان في عندنا هنا شرطة هنا كده بتقول لنا ان دا الجزء ال negative بتاع ال diodes لكن هي دي الشرطة بتاع ال diodes ازاي ما احنا عرفيه شكله مسلس وشرطة الشرطة هنا بتبقى مبين لنا الجزء ال negative بتاع ال diodes دا فين او هو ال negative side بتاعنا فين نفس الكلام هنا برضو بنفس الشكل هو هو لما يكون عندنا برضو حاجة كبيرة شوية بيلاقي برضو الشرطة اللي هي الكبيرة الموجودة دي بتبين لنا برضو المكان بتاع ال negative side فين فعمتا لازم نحطوهم في البورد بتاعتنا في ال correct orientation لو احنا فشلنا ان احنا نعمل كده يا اما ان ال دايرة مش هتشتغل يا اما ان ممكن يحصل خطورة ان المسلا حاجة زي ال capacitors بسلا ممكن تفرقع اكشولي يعني ممكن انها تلاقي ان بعد شوية ممكن تكون يعني تعمل صوت عالي ان هي كنها فرقعت فعلا لو كانت نحن لازم ناخد بالنا كويس قوي من الموضوع ده علشان ما نسببش مشكلة اللي دايرة بتاعتها طبعا مشكلة بش بس ان هي دايرة ما تشتغلش ممكن اكشل لو حاجة زي ال capacitors بباوز دايرة كلها يعني ممكن تبقى فيها مشكلة ممكن تبقى فيها خطورة بعض لاحيان لو حد كان موجود جنبها وهي بيحصل فيها الكلام فطبعا لازم نخلي بالنا من ال polarity بتاعت ال component وخاصة ال capacitors بالذات اللي هي لها في الحقيقة برضو كل مكون بيبقى له سيمبل مخصوص ليه لما بنيجي نتكلم عن ان احنا بنرسم دايرة بنتكلم عن احنا بنرسم حاجة ما نسميها الاسكماتيك دايرام الاسكماتيك دايرام دوت عبارة عن من المكونات اللي عندنا والوصلات بتاعتها وصلة بعضيها ازاي عشان لو انا حبيت ان انا ننفذ دايرة دي قدر ننفذها يعني كل واحد فينا لما بيجيب دايرة من على الانترنت او دايرة من على كت مثلا معينة فيها مجموعة مكونات مثلا بتجمع مع بعضيها بشكل معين الاسكماتيك دايرام بتاعها دا هو اللي بيقول لي زي اركبها فطبعا الاشكال بتاعت المكونات نفسها دي بتبقى معمولة بطريقة عشان اي حد يبص على الدايرة يقدر ان هو يشوفها وطبعا يمكن اشهر واحد من الستاندار الموجودة اللي بتاع اي تريبل اي دا واحد من حاجات انا حدثت على الويب سايت حقيقي عشان الناس تبص عليها فيعني دا عبارة عن الشكل بتاع الريزيستور يبقى معمولة ازاي شكل بتاع الاندكتور بيبقى معمولة ازاي وكذا لو كان في عندي حاجة مثلا بيبقى شكلها عامل ازاي لو كان عندي سويتش الحاجات دي كلها يبقى عندي فيوز كل حاجة بيقالها سيمبل محدد ازاي نبقى عارفينه علشان نقدر نقرى الدايرة بشكل مظبوط الحاجة اللي ملهاش سيمبل او ما هياش محددة قوي هي الحقيقة لان هي بتبقى عبارة عن يعني بلوك كده بيبقى له مجموعة رجلين وبيقى من فنكشن معينة والفنكشن دي بتختلف في الاندكتور تانية فما هاش شكل محدد في الدواير غاليها بتحط بلوك ولو مجموعة رجلين محتوطة بالترقامة وخلاص ما بيقاش لها سيمبل المحدد فعمتا دي بدن باخدنا في اعتبارنا ونبقى عارفين بقى ان المكون دوت هو اسمه ايه او عارفين ان شكله عامل ازاي وبنبص على برضو طريقة الترقيم بتاعت الرجلين بتاعته علشان بعد كده نقدر ان احنا نركب ده بشكل سليم فناخد في اعتبارنا بس الموضوع الانتجرياتي سيركت ان ملهاش ستاندرد سيمبل موجود في السكماتيك دياجرامز هبتدي اول مكون بقى ناخده بتفاصيل شوية هو الريزيستورس طبعا الريزيستورس كلنا شفناها في البيسيك الكتوريسيتي اللي هي الحاجات التي بنتاخد مثلا في مستوى السنة الاولى في الهندسة بنتكلم عن ان هي حاجات اساسية جدا جدا بنتكلم عن ان هي ممكن تكون فيكست او فاريبل ممكن تكون ثابتة يعني لها قيمة محددة او فاريبل يعني مثلا بيتبقى حاجة زي تريمر او ريوستات او حاجات زي كده ممكن تعمل بقى بكزا تكنولوجيا ممكن تعمل بحاجة زي كربون فيلم ممكن تعمل بمتال فيلم ممكن تعمل بواير واوند ريزيستورس يعني يعني ممكن تعمل بيعني الكربون فيلم نفسه بيبقى لهو ريزيستنس مؤينة بيبقى الحقيقة ممتاز في الهي فريقونسي بس الاكروس بتاعته بتبقى المتدى لواحد في المية بس معدرش ان انا حسنا اكتر من كده مشكلتها انها بالدريفت وتمبرتشار وفايبريشن بالدريفت معناها ان قيمتها بتتغير لو الحرارة تغيرت ولو كان فيه فيبريشن برضو في الدايرة لو انا حطت الدايرة بتاعت دي في مكان بيتحرك او فيه اهتزازات ممكن القيم بتاعتها يحصل لها دريفت ودي حاجة خطيرة يعني فطبعا بناخد في اعتبارنا التكنولوجي دي لما تكون الكونديشنز دي ما هياش بالنسبة لنا كونسيرن الميتال فيلم بقى لو انا جبت الريزيستنز بتبقى متال فيلم معمولة من متال فيلم بتبقى ستيبل اندر تيمبرتشار وفايبريشن يعني ما فيهاش المشكلة بتاعت الدريفت بتاعت الكاربون فيلم ونقدر نوصل بها الاكورسيز يعني 0.1% في البرسيشن فيلم طبعا احنا نتكلم على التكنولوجيز دي طبعا لو حد فينا بيشتري من عند يعني محل بتاع مكونات ما بيبقاش عارف او الحاجات دي عبارة عن ايه بس لو واحد بيطلب من واحدة من السايت بتاعت المكونات المعروفة اللي عن الانترنت زي دي جي كي مسلا ده بيبقى عنده تفاصيل كاملة على كل ريزيستر ويقدر يختار اللي هو عايزه ومفروض ان احنا كديزاينر واحد بيعمل ديزاين عشان بعد كده في الاخر يتنفذ بيفكر بس بيفكر بس اي ريزيستر تتح وخلاص لان طبعا بيبقى فيه فرقات وممكن البرفورمانس والريليابيليتي بتاعت الدائرة بتاعتنا تتحدد بناء على الاختيارات بتاعت انواع المكونات مش بس القيم بتاعتنا النوع الاخير اللي هو بتكلم عليه اللي هو ويرواند ريزيستر دي عبارة عن يعني اكنه سلك كده وطبعا هعرفين كل ما الطول بتاعت السلك يبقى اكتر بتزيب بشكل لينير فبنتكلم ان هي ممكن انها توصل لفيري هاي اكوريسيز وممكن انها تستحمل حقيقة كارنت ممكن تستحمل كارنت مش مش قليل فده طبعا ممكن ان احنا نوصل بها لحاجات تبقى مفيدة جدا في بعض الابليكيشنز اللي محتاجة فيري هاي اكوريسي الاشكال بتاعت الكاربون فيلم تبقى عاملة كده طبعا والتين شكلهم مش باين من بعض زي ما احنا شايفين كده بس احنا نتكلم على ان هنا بنوصل في الباور بتاعتنا ممكن توصل لغاية نص واط مثلا في الباور بتاعت الميتال فيلم ممكن نوصل لغاية اثنين واط طبعا كل واحدة فيهم بيبقى الطولرانس بتاعتها بيبقى طبعا مختلف عن التانية كل ما احنا علينا في الوضع كل ما الطولرانس بقى ايه بقى يعتبر اعلى شوية بنتكلم على كل واحدة فيهم بيبقى لها دايمينشنز مختلفة حسب بقى الباور بتاعته بتبقى كام طبعا دايمينشنز اللي هي عبارة عن ثيكنز رولاتيف لللنث بيساوي كام وطبعا في الاخر نقدر نحصل على المكون اللي احنا شايفين وانه هو مناسب بيزا على احنا عايزين الطولرانس بكام وعايزين دايمينشنز نفسها بتاعت المكون بتاعتنا ازاي ممكن في بعض الابليكيشنز يبقى عندنا انترست نحن بقى عندنا مجموعة من الريزيسترز كلهم قريبين جدا من بعض او كلهم شبه بعض في الكونستركشن وكلهم ماتش مع بعض علشان نسهل على نفسينا ان دارتنا تبقى اصغر فممكن نحن نعمل حاجة مساميها ثيك فيل ناتوركس بيبقى معمولة بعبارة عن مجموعة من الريزيسترز كلهم مع بعض كده في باكيج واحدة ممكن البيكيجي تبقى سيل او سينجل انلاين باكيج اللي هي شكلها كده او دي واناين باكيج اللي هي ديب اوكي فطبعا ممكن نلا الريزيسترز دي معمولة كلها وصلة كلها بنفس البول كده بالشكل ده كده او ممكن انها تكون وصلة كل واحدة الطرفين بتوعها موجودين الميزة بتاعتهم ان هما يبقوا مع بعض واحدة كده ان احنا نعمل يعني ان صغر حجم بتاع الريزيسترز دي لو احنا حطناها برا كدسكريت كومبورنس ممكن يبقى شكلها اا اكبر شوية وممكن تبقى راجد بالنسبة لان هي ما تبقاش اا مثلا زي الريزيسترز العادية كده ممكن يبقى معرضة ان هي اا يعني لو تهزت مسلا ولا حاجة ممكن بتاع انها يبقى فيها عنده مشكلة او مثلا ممكن يبقى هي القرب بتاعهم مثلا نفسه ممكن يبقى احسن بالنسبة لليه للريليابيليتي نفسها ممكن بتكلم عن ان هي ما هيش سبجكت لكتاستروفك فيليرز يعني ممكن صعب ان هي تبقى يعني تبوز بشكل كتاستروفي يعني ان هي في الاخر تفيل ان هي تبقى اوبن سوركت مثلا او انها تبقى شورت سوركت دي مش مش لايكلي في الباكتج الزي وطبعا زي ما احنا بيقول طبعا الميزة الاساسية انها كلها معباضية في نفس المكان وكلها معبولة بنفس التكنولوجي فالماتشنج بين الريزيستورز دي وبعض دي بيبقى احسن شوية فهدي بتستعمل مسلا ما يكون عندي دايرة فيها مجموعة من الريزيستورز محتاج انه يكونوا موجودين في نفس المكان وكلهم بيبقوا نفس القيمة فطبعا بتسهل عليك كتير جدا ان انا احطهم كلهم في باكتج واحدة بتبقى اسهل لي وانا بلحمها واصغر بعد كده بنسبة للحجم الدايرة في الاخر بعد ما بخلص الديزاين بتاعي ممكن نلاقي الريزيستورز موجودة في عدد من الباكتج اللي هي نفسها ممكن بعد ما بيائها سيلندريكال باكتج. دقل وباج inspiration ده كده في عدد من الباكتج و زي بالضبط ولد. اتعجر زي بالأ chant diet وкахcak موجودة في بلحب المكون نفسه من الباكتج ابقى şöyle افتح ممكن ابداUM حاليا الريزيستورز موجودة بوضع就是說 عدد دي انا بالحبط بيبقى هذه بعض Halo data peansiėm biحق味كنها bus de very simple 5v.يبقى عدد دي. وتتعم живوالية تلاح Srda. او ممكن تبقى راديا الاجتشارية part with radial leads يعني ممكن تبقى عبارة عن يعني هي نفسها شكلها radial اللي هي زي هنا كده ولها راديا الاجتشارية part with radial leads يعني عبارة عن حاجه شكلها بالمنظر يعني يبقى لها tool leads بالشكل ده هما اللتين طلعين من نفس الاتجاه كده او ممكن يبقى Higher Power package اللي هي بتبقى بقى فيها heat sink يمكن يبقى له heat sink heat sink ده يبقى طبعا يبقى متالك من بره أساساً هو يبرد حجم يبرد الحرارة اللي موجودة في المكون نفسه طبعاً هدفه في الآخر انه يبقى له surface area بتبقى كبيرة بحيث انها في الآخر لو في عندي cooling air موجود يبرد لي المكون ده طبعاً انا في الآخر يتوالد فيها حرارة based على current اللي ماشي فيها بكام I2R طبعاً دي بنسبان لممكن تبقى مهمة لو أنا كنت عاوز ان أنا أستعمل المكون ده في دايرة بيبقى فيها power consumption عالي أو متوقع نمشي في الـ resistance دي current عالي طبعاً لو احنا عاوزين نوصف الـ resistance بتاعنا بطريقة كاملة مش كفاية بس نحن نعرف الـ resistance بقام لا ده أنا في عندي برامترز كتير جداً لازم نعرف لازم نعرف طبعاً resistance اكيد الـ tolerance بقام يعني هي 1% ولا 0.1% ولا 5% ولا ايه بالزبط الـ power rating بتاعها يعني تصحم الـ power cam ده برضو حاجة مهمة جداً بتكلم عن temperature coefficient بتاعي يعني هي نفسها بتتغير ازاي مع الحرارة يعني بمعنى ان هي يعني لو درجة الحرارة عالية هي resistance تتغير ازاي مع درجة الحرارة الـ stability or drift يعني هل هي مع الوقت بيحصلها drift هل هي stable كفاية ان انا ممكن احطها عشرات السنين ما يحصلهاش حاجة طبعاً دي حاجة برضو دي كاراكتوريستيك مهمة لازم نبقى عارفينها النويز اللي بتعملها addition بكم او قيمتها ايه يعني طبعاً اي مكومة في الدنيا درجة حرارته above zero Kelvin هياد جاوس هياد اللي هو thermal noise فاحنا عايزين اعرف برضو thermal noise اللي بتبقى generated بتبقى حوالي اديه في بعض الحاجات اللي هي المهمة جداً اللي بقى عارفين برضو طبعاً اي مكومة في الدنيا بيبقى له برامتر كده بيبقى لو كلم على resistance بيبقى شكلها عامل كده عبارة عن resistance بتاعتنا وفي معاها يعني حاجة زي يعني كباستنس كده وفي معاها كمان inductance في ليه in series طبعاً دي بتبقى مثلا حاجة زي straight capacitance جاية من ال leads مثلا لنقصوات بعض ولا حاجة تبقى صغيرة قوي بس الحقيقة الموضل ده بي مهم قوي لان بعض الاحيان بتكلم على ان انا يعني لو دايرة بتاعة تشغالها في مثلا five frequency ال capacitance دي سعيتها يبقى لها اهمية كبيرة ان احنا بيعارفينها بكام ونقدر بعد كده ان احنا نستميت اذا كان المكون دا ينفع ولا ما ينفعش بعض الحاجات برضو لازم بيعارفين لها maximum voltage دا ممكن يفرق معايا مسلا لو انا عاليت عنه ممكن يحصلي arching مسلا او ممكن المكون دا يحصل له damage فده مهم جدا انا بيعارفو والidentification بتاعها هي نقدر نعرفها ازاي يعني هي نفسها يعني طريقة التعريف بتاعتها واحدة من الحاجات اللي برضو يعني لازم اكون معرفة مع بقية الحاجات التانية علشان اعمل complete specification للريزيستور بتاعي الحاجات المهمة جدا في الريزيستور ان احنا ازاي نقدر نعرف ال value بتاعتها بنعملها من حاجتين اكشوري ياما نقراها من على الريزيستور نفسها باستعمال color code ياما بنقراها من على ال value اللي موجودة عندنا في الاسكماتيك دياجرام بتبقى موجودة كود معين من على اللي هو ال color code دا color code دا اكيد كلنا نسمعنا عنه قبل كده او شوفناه بيبقى عندنا اما 4 band color code ياما بيبقى فيها عندي 5 band color code 5 band او 4 band color code بيبقى فيها عندي 2 bands بيمثلولي رقم وبيبقى فيه ال band الثالثة بيتمثللي multiplier والfourth band دي بتمثللي tolerance بكامل يعني لو فرضا قلت ان عندي حاجة هنا دي brown ودي red ودي هنا مثلا brown اوكي يبقى معنى كده brown هنا 1 red هنا 2 brown هنا 10 يبقى معنى كده 120 اوم يبقى معنى كده 120 اوم لو قلت هنا ان دي red يبقى معنى كده plus minus 2% ال five band بيبقى فيه عندي بقى بدلا ما بمثل الرقم بتاعي برقمين بقى فيه ارقام وفيه multiplier برضو فيه tolerance برضو فمعنى كده بتكلم على first band هنا لو هي فرضا براون ودي red مثلا ودي مثلا black ودي مثلا red يبقى بتكلم على واحد اتنين صفر في red هنا بمية يبقى معنى كده 120 في مية بنكلم على 12k اوكي فتولرانس هنا لو هو red برضو يبقى 2% اوكي الكود نفسه اللي موجود في الدواير بقى لو انا بسطل السكماتيك دياجرام هلاقي ان الكود بتاع ال resistance بتاع قيمة ال resistance مكتوبة بشكل معين الكود ده بيمثل بيتمثل لامة بكود R يا اما K يا اما اما بعد كموك يبقى فيه ام كمان ويبقى في الاخر فيه كود معين كده للتولرانس اوكي التولرانس ده لو كان F يبقى واحد في المية لو G يبقى 2% لو G يبقى 5% لو K يبقى 10% لو M يبقى 20% ال R دي بتمثل لي ملتيبراير بواحد الكي ملتيبراير بألف لو فيه M كمان يبقى ملتيبراير بعشرة الستة اللي هي ميجا اوكي ال R دي نفسها مكانها بيمثل لي الرقم اللي هي ال decimal point اللي هي العلامة العشرية لو انا حطيت الرقم كله على يمين ال R يبقى 0.68 لو هو كله على شمال ال R يبقى 68 اوكي لو هي 6R8 يبقى هي 6.8 يعني ال R دي بعتبر انها العلامة العشرية بالضبط ال K نفس الكلام 5K6 يبقى معنى كده 5.6K لو عندي 82K يبقى دي معنى هي 82K فعلا زي ما هي اوكي وفي الاخر الرقم الاخراني دوت او الكود الاخراني الحرف الاخراني ده بيمثل لي التلرانس دا يبقى يساوي كبا دي طبعا حاجة مهمة جدا لان في بعض الاحيان بعض الناس بتبص على الدايرة ما تبقاش فهمة الكود ده معنى ايه لو هي مكتوب R 68M بعض الناس ممكن تتعتقد انها 68 اوم ده مش صح ده دي 0.68 فلازم ناخد في اعتبارنا الكلام ده لان دي حاجة مهمة جدا عشان نقدر نقرى الاسكماتيك بشكل صحيح اده بيساعدنا ان احنا لو بنعمل الاسكماتيك دوت يبقى نعمل صح لو احنا بنعمل مثلا مينتنس لده يرا فيها الريزيستنس بالشكل ده كده يبقى برضو اعمل بشكل مزبوط واحدة من الحاجات المهمة برضو لازم اخد بالي منها ان في عندي اه مجموعة من الارقام بس هي اللي موجودة كقيم يعني مقدرش اقول مثلا انا عندي عايز حاجة رأى اي رقم كده يبقى لقيه موجود لا ما بيبقاهوش موجود بيبقى فيها عندي مجموعة من السيريز يعني مثال مثلا اي 12 سيريز ده هي الموست كامل اللي موجودة غالبا في السوق اللي هي كتيرة موجودة فيها مجموعة من الارقام هي دي بس اللي موجودة بقيت الارقام تانية مش موجودة يعني ايه يعني فيها عشرة وفي اتناشر في خمستاشر تمنتاشر اتنين وعشرين وهكذا لو انا جبت الرقم ده مضروف اي حاجة غالبا هلاقي يعني بتكلم مثلا عايز ثري بوينت ثري اوم هلاقي اه تلاتة وتلاتة تلاتة 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 تلاتين فعشرة اصناس واحدة هلاقي موجودة اه لو عايز تلاتة وتلاتين كي هلاقي تلاتة وتلاتين كي لو عايز اه سكس بوينت ايت كي هلاقي اه سكس بوينت ايت كي لو عايز ستة وخمسين اوم هلاقي ستة وخمسين اوم لو عايز بوينت فور سفن كي هلاقي مسلا مية وعشرين اوم اي رقم من دول ملتيبلايت باي يعني عشرة اي حاجة هلاقيها موجودة اوكي يعني دي حاجة طبعا بتخليني ان انا بقى عارف على اقل القيم اللي انا الاقيها موجودة هي عبارة عن ايه اوكي يقول يطوري دي اكتر مجموعة منتشرة في طبعا حاجات تاني اذا اي ناينتي سيكي بقى عندك مجموعة اكبر شوية من القيم بس دي مش عاملوا من القيم دي مش تلاقيها مثلا في ميجور ديستربيتور نمر مشتلاقيها موجودة في المحلات بتاعت البيع المكونات اللي موجودة مثلا بحيس ان الطلبة يستعملوها فبنتكلم على ال E12 series دي لو انا بصمم دايرة لازم اخد القيم دي في اعتباري علشان اقدر اصمم دايرة بتاعتي تبقى بتستعمل قيم تبقى موجودة فعلا ما تبقاش قيم بعيدة عن القيم اللي ممكن للاقيها موجودة في السوق ال variable resistors بقى او potentiometers او اصحاب بيسميها pots هي عبارة عن track of the same type of resistance material with which a movable wiper makes contact يعني ايه الكلام دا يعني انا في الاخر انا عندي resistance بشكل معين اوكي والشكل دا عبارة عن نفس المتيريال هي بالزبط لما انا بحرك في عندي حاجة لتبقى in contact معاه لما بحركها بتخليلي اللنث بتاعي اللي انا واخده من المتيريال دي يتغير وبالتالي resistance بتتغير طبا ممكن للاقي منها كزا نوع ممكن للاقي منها كاربون ممكن للاقي منها سورمت ممكن للاقي منها wire wound طبعا wire wound تبقى غالبا ادق شوية يعني تبقى حاجة بالشكل زي ما احنا شايفين هنا كده بنتكلم على ان احنا ممكن ان احنا يعني تبقى جاينا بشكل trimmer بالشكل دا كده بحيس نقدر بمنفك مثلا نغيرها او ممكن يبقى شكلها ان هي مثلا زي لها مثلا يعني handle كده نحنا نعمل لها control مثلا بادينا او ممكن يبقى فيها حاجة تبقى زي slider كده او ممكن تبقى حاجة زي ما احنا شايفين هنا كده برصو يبقى فيها spindle كده ممكن تبقى insulated من الوايبر نفسه اللي هو الحاجة اللي بتعمل contact وفي الاخر انا باخد لنث معين من ال resistance الموجودة دي ويتحكم بيتحكم فيه مكان بتاع ال spindle الموجود عندي في النص ده فدي طبعا في الاخر بتعمل لنا function اللي احنا عايزين بتاع ان يبقى فيه عندنا variable value للresistance اللي احنا ممكن بقى نقسم كمان variable resistors لمجموعة من التأسيمات ممكن احنا نلاقي الحقيقة تأسيمة دي معتمدة على number of resistors وعلى control arrangement اللي هي مستعملة ممكن يبقى فيها عندي single potentiometer يعني براعا هو بس pot by control one resistor ممكن ببقى فيه عندنا tandem tandem يعني في الاخر control هو نفسه بيتحكم في اتنين resistances مش واحدة بس يعني ممكن يبقى فيها عندي two resistors يتغيروا بنفس ال control ممكن يبقى فيها عندنا حاجة اسمها twin potentiometers يعني بيبقى فيها عندنا اتنين مع بعض موجودين في نفس ال package وبيتغيروا ب two different or two independent concentric spindles يعني فيه اتنين كل واحد من ناحية مثلا وكل واحد فيهم بيتحكم لي في resistance من ال two resistors الموجودين ممكن فيها عندنا multi turn potentiometers يعني فيها عندنا potentiometer knob مثلا ممكن يلف مثلا كذا لفة مثلا مش مش لفة واحدة يعني مش مثلا مش من اول هنا لغاية هنا وخلاص لا ده ممكن يلف كذا لفة عشان يجيب لي range كله وممكن فيها عندنا حاجة اسمها pot pack ال pot pack ده بيبقى عبارة عن يعني ممكن تبقى single or multi turn وفي الاخر برضو بنتكلم على ان احنا بيبقى شكلها برضو في الاخر يعني شبه تريمر كده بس بكلم عن هي برضو في الاخر بيتحكم فيها برضو بنفس الطريقة ممكن ان هي تبقى في الاخر حجمها صغير شوية اكتر من الحاجات التانية برضو ال variable resistors ممكن احنا برضو نشوف ان هي برضو ممكن تستعمل بطريقتين يا اما تستعمل كريوستات او تستعمل كpotentiometer الريوستات الموضل بتاعه شكله كده الpotentiometer شكله عامل كده زي ما احنا شايفين طبعا في حاجة واضحة جدا فارق بين الاتنين ان احنا عندنا الريوستات عندنا رجلين اتنين بس يعني طوليدس بس الpotentiometer عندنا ثلاثة واحد اتنين ثلاثة يعني الريزيستانس انساء له خدت من هنا لغاية هنا مش هتختلف بقى يعني من هنا لغاية هنا لاقي نفس الريزيستانس واحدة مفيش اي اختلاف لو خدت بين الريد دي و السلايدر هلاقي الريزيستانس تختلف حسب السلايدر مكانه فين فطبعا ممكن حسب الدايرة بتاعتي محتاجة ريوستات ولا محتاجة سلايدر هلاقي نفس الدايرة بتاعتي ممكن يبقى فيها كده ممكن يبقى فيها كده يعني مثلا ده لما بص عليه كده ده على طول ده هيبقى ايه؟ ده عندي ثلاثة ليدز يبقى توقع على طول ان يكون بوتentiometer لما يكون فيه two leads بس لا بطواقع لما يكون عندي two leads بس يبقى فيه عندي ساعتها بيبقى فيه في الحالات دي بيبقى ساعتها نور بيبقى ريوستات برضه من الحاجات المهمة قوي اللي بنلاقيها ان احنا الريزيستانس نفسها اللي بتبقى موجودة ممكن التغيير دوت لو انا بتحرك بشكل لينير هنا كده ممكن التغيير بتاع الريزيستانس بتاعتي اما يبقى لينير اما يبقى لوجريثميك يبقى حاجة اسمها ساين كوزين كير الفرق بين الكلام ده كله وبعضيه حسب الابليكيشن بتاعي يعني انا مثلا في الفوليوم بتاعي غالبا بستعمل لوجريثميك ريزيستانس لو يعني اما بتحرك لينير الريزيستانس اكشواري ممكن انها تتغير بشكل لوجريثميك لان احنا اكشواري ما بكلم على الفوليوم بتاع مثلا الاوديو بتاع اي حاجة احنا اودننا اساسا في السمع نفسه اللي هو الهيرنج بتاع البني عدمين بيسمع بشكل لوجريثميك يعني لو انا عايز اشوف مثلا الصوت ضعيلي بشكل ضعف مثلا مفوض انه يبقى لوجريثميك للضعف يعني بمعنى ان هي نستجيب للاصوات نفسها او الانتنسيز بتاعة الاصوات بشكل لوجريثميك فلو احنا عايزين نعمل الكلام ده في البوتنشومتر بحيس ان احنا لما بتحرك مثلا خطوة معينة يبقى الخطوة دي مقابلة فعلا للحاجة اللي انا بسمعها يبقى غالبا بقى اعمل الكونستركشن بتاعها او الكونستركشن بتاع الريزيستنز دينها تكون لوجريثميك مش تكون لينير طبعا انا ممكن برضو وانا بختار الريزيستنز او بختار البوتنشومتر وانا بغضاء الاسسبيسيكيشنز بتاعته او امدعك انه لوجريثميك مش لينير او لما اكون عايز وقف الابليكيشن تاني من الابليكيشنز اللي هي مش محتاجة لوجريثميك كيرف يبقى ساعتها اقدر برضو ان انا اختار الكراكترستكس بقا تكون لينير يبقى في عندنا بعض انواع خاصة من الريزيستور زي الـ Light Dependent Resistors الـ LDRs دي بتبقى معمولها من مادة بنسميها كالبام صالفايد فيها very few electrons when kept in complete darkness حقيقة بتـ exhibit very high resistance ولما بنخليها في النور الـ Electrons دي بتبقى liberated والماتيرها بتـ come more conductive فمعنا كده بنكلم على انها لما بنحطها في النور الـ Resistance هي بتنزل بشكل كبير قوي فباسيكلي اللي بكلم على الـ Typical Dark Resistance فتاة LDRs بنكلم من واحد لعشرة ميجا اومس لما بتكلم على الـ Light Resistance بقيتها ممكن تنزل لغاية من 75 إلى 300 اومس طبعا بتبقى هي لا لا فانايت تايم طبعا عشان تغير الـ State بتاعتها ودي بنكلم عليه اللي هو الـ Recovery Time وبنتكلم على الـ Recovery Time دوت في الـ Typical في الـ LDRs بيبقى من حوالي 200 كيلو اومس بنكلم على الـ LDRs ممكن تستعمل في بعض الـ Application مثلا ما انا عايز اعمل فيها مثلا لو في عندي مثلا اضاءة معينة او في عندي مثلا بتكلم مثلا بعض الحاجات اللي تستعمل مثلا عشان تخلي النور يطفي مثلا بعد ما الدنيا تنور مثلا في في الشوارع مثلا او حاجات زي كده لما اتكلم على النور بتاع الشارع دوت يبقى في بعض الدوائل المستعملة للـ Light Dependent Resistance عشان في الاخر تقدر نهية تسويتش لما يكون فيه خلاص النور موجود في السماء فطبعا لو ممكن تتخيلها وطبعا من الحاجات اللطيفة برضو اللي احنا ممكن نعمل بها بعض الدوائل اللي تبقى مفيدة بالنسبة لنا في الـ Medical Devices في برضو الحقيقة بعض الحاجات اللي ممكن تبقى لها علاقة بـ Resistors برضو الزائل الثرميسترز الثرميسترز الحقيقة هي عبارة عن Resistors with High Temperature Coefficient of Resistance بيعمل اي بقى الكلام ده يعني هو اللي بيحصل فيه انه هو ممكن يبقى فيه يا إما Positive Temperature Coefficient Thermistor أو PTC أو Negative Temperature Coefficient اللي هو NTC وده المست popular ده اللي بيحصل بالضبط انه هو حسب الحرارة نفسها الـ Resistance بتتغير فبيسر الـ Resistance بتاعته ممكن اعمل سنسنج للحرارة فدي الحقيقة ممكن يبقى سنسور ممتاز جدا بالنسبة لنا ممكن نستعمله في الـ Measurement بتاعت الحرارة بتاعته طبعا بيتيجي السنسور بيتيجي في كذا shape و form منها بقى أشكال زي كده ممكن يبقى فيه أشكال صغيرة بالحجم ده كده وهي عموما طبعا بتبقى inherently nonlinear وطبعا بيبقى عندي يعني بيكلم عن الـ Resistance with temperature يعني versus temperature فطبعا لازم اكون مثلا قبل ما استعملها لازم اعملتها عشان اقدر اكون عارف Resistance بتبقى كام لما يكون درجة الحرارة كام وطبعا ممكن احنا نعمل لها linearization ببعض طبعا دي مش في مجالنا دلوقتي بس مثلا هنلاقي ان احنا ممكن ببساطة نعمل لها linearization ان احنا نحطها في وص دائرة معينة دائرة معينة دي تحاول انها تخلي الكيرف بتاع يبقى شكل linear مع درجة الحرارة طبعا دي واحدة من الامثالة برضو لطيفة جدا لاستعمال الـ Resistance في ان احنا درجة الحرارة نتنقل بقى دلوقتي الكلام على الـ Capacitors نتكلم عليهم اما كده اما كده هي عبارة عن passive components that can be used to store electrical charge وطبعا ببقى الوحدات بتاعتها او القيم بتاعتها بتبقى units of farads ويتتتكون من عبارة عن two facing conductive plates بنسميه الكترود و separated by the electric or insulator يعني هي عبارة عن مجرد زي ما احنا بنرسمها بزبط عبارة عن two plates كده قصاد بعض و two plates اللي اصاب بعض دول هم دول اللي في الاخر بيحددوا لي قيم القباسة بتساوي كام بالزبط فطبعا القانون الاساسي بيحكم الـ Capacitors هي عبارة عن Q بتساوي C في V اللي عليها بتساوي Capacitors اللي بين الاطراف بتاعتها وطبعا بنتكلم على ان الـ construction بتاعها حتى لو شكلها ما هياش plates اصاب بعض كده بتبقى عبارة عن plates دي قدام بعض وبينهم بعضهم ممكن يكون حاجة زي ورق ولا حاجة حتى ونلف الدول كلهم على بعض كده بحيس يبقى surface area كبيرة بحيس نقدر نوصل لقيمة Capacitors كبيرة كل ما طبعا كبرنا surface area كل ما قيمة الـ Capacitors بتاعتنا بتكون زادت وطبعا بيبقى في في الاخر خالص على الـ foils دي بيبقى في في الاخر electrodes بحيس ان في الاخر نقدر رايحنا نوصل للـ Capacitors نفسها ممكن يبقى لها كذا graphical symbol ممكن تبقى fixed بيبقى شكلها حاجات بالمنظر ده كده ممكن يلاقي الـ standard form بيبقى شكله عامل كده لو كان variable بيبقى شكله نفس الشكل هو بظلط بس فيه هنا حاجة زي سهم كده موجود لو اتكلم على electrolytic لازم بيبقى فيه هنا designation للـ positive sign أو positive polarity بتاعتنا فين وطبعا دي مهمة جدا احنا بأخدين بالنا في اعتبارنا في حاجة اسمها فاراكتور فاراكتور ده نوع من الـ من الـ Capacitors او من الـ Capacitors بيبقى يعني بنمثله بالشك ده كده بيتغير بتغير الـ voltage مش بيتغير بتغير مثلا فيه عندنا trimmer مثلا او فيه عندنا مثلا نوب مثلا نغير بها قيمة الـ Capacitors لا ده هنا بنغيره باستعمال الـ voltage ده له استعمالات كتير حقيقة نتكلم عليها منها مثلا استعمالاته في ان احنا نعمل تيونيج مثلا نغير تيونيج بتاعه circuit مثلا بطريقة الـ electrical ممكن انها تبقى بالنسبة لنا مفيدة جدا في applications كتير باردو الـ Capacitors ممكن يبقى ليها color code في العادة الحقيقة ممكن ما يبقاش الكلام ده موجود في حاجات كتيرة او ممكن يبقى القيمة مكتوب على الـ Capacitors نفسه وخاصة لو الـ Capacitors نفسه يعتبر من حاجات اللي هي البسيطة اللي هي مش معقدة ممكن يبقى فيه عندنا الوان موجودة كده برضو والالوان دي برضو بتحدد لنا او ممكن موجودة ارقام يعني مش الوان والارقام دي ممكن ان هية تبقى موجودة يعني تحدد لنا بالظبط القيمة بتاعت الكبستور بتاعتنا كام فعني ممكن يبقى فيه عندنا Multiplayer يعني يقول لنا مثلا مضروب في كام يعني رقامين دول مضروبين في المultiplyer بتاعنا كام وفيه ممكن يبقى tolerance بنا نفسه موجود برضو يقول لنا tolerance بلعياتنا كام ساعات بيبقى موجود نفسه موجود ساعات بدا مش موجود كتير حقيقه برضو يعني مشونتوش انا شخصيا كتير في الريزيسترز بس يعني متا ممكن يكون موجود وممكن يكون بردو موجود عندنا يعني بعض الحاجات اللي علاقه بالبلاريت طبعا الطبع دي حاجة اساسية جدا لازد يكون موجود يعني دايما بيبقى البولاريت لو هي لها بلاريت بيبقى بلاريت واضحة عاداتا لو انا عندي مثلا تنتلم كباستور بيبقى كده كده بيبقى نلاقي في عندنا جزء كده في شرطة هنا كده دي بتعرف لنا البولس بولارت باعتنا فين فدي طبعا حاجة ناخدها في اعتبارنا كويس قوي لان احنا مهم جدا لما نحط الكاباستور بتاعنا زي ما قلت بيتحط بالشكل المزبوط بحيس ان ما يبقاش يعني ما يبقاش في مشكلة في ان هو يعني يحصلوا دامج وممكن يدامج الدايرة اللي حواليه فطبعا بيبقى عارفين انه ممكن يكون القيمة نفسها مكتوبة مباشرة او ممكن يبقى فيه color code او ممكن يبقى فيه يعني مجرد بس كده designation للايه للحاجات الاساسية موجودة عليه مثلا زي الـ polarity او زي الـ tolerance ببقى موجودة برضو زي ما احنا شوفه في الحقيقة برضو ممكن الكافارسوس ببقى موجودة مترقمة على طول مباشرة بالكود بتاع الـ value بتاعتها فلو الكود نفسه كان fraction بعتابة نوع fraction of a micro farad لو كان الكود رقم كبير بيبقى على طول معروف انه بيكو فارد ممكن برضو يبقى فيه عندنا كود كده نفس الطريقة بتاعت الكود بتاع الـ resistance بيبقى عندنا رقمين في 10 أس 3 اوكي بحيث ان يبقى فيه عندنا مثلا رقم ده يبقى 20 في 10 أس 3 يبقى 20 ألف برحدات بتاعته عاداتا بيكو فارد عشان يبقى اي دقة بتاعته يعني ويبقى فيه عندنا برضو كود للـ tolerance ممكن الكود ده يبقى 1% او 2% حسب الـ F او G او الـ G او الـ G او هكذا يعني الحقيقة لو احنا ما عندناش اي الـ tolerance زي مثلا هنا مكتوب بس 0.62 يبقى معنا كده بتبقى على طول الـ default tolerance 5 يبقى plus minus 20% اوكي فدي حاجة طبعا بتفرق كتير جدا لان انا ببقى مهم جدا بالنسبة لي ان انا بعارف الـ tolerance زي ما كون عارف في الضبط القيمة نفسها فيها انواق مختلفة ممكن يلاقي الـ capacitors فيها ممكن تبقى ceramic يبتبقاش لقى polarity ممكن تبقى تبقى من هنا ومن ناحية الثانية هنا كده ممكن نلاقي ان عادة في الـ elektronicity بس بيبقى negative lead هي المتعرفة فهنا مثلا معروف negative lead فين بنتكلم ممكن انها تبقى polystyrene بنتكلم على ان هي بتبقى axile بالشكل كده زي شبه الـ resistance ممكن تبقى عبارة عن metalized film بشكلها عامل كده ممكن يبقى عندنا حاجة اسمها tantalum تنتلم دي تبقى عبارة حاجة كنها زي البيضاء كده كده يعني حاجة مع شكلها عامل زي البيضاء كده من ناحيتين من side view من front view فنتكلم على ان هي بردو بيبقى لها بردو polarity بيبقى بردو لها indication في اتجاه معين كده وجود الـ polarity بقيتها فيه يعني بردو دي نفس الكلام بيبقى بعض الاحيان بيبقى عندك اتجاه معين كده بيبقى فيه الـ polarity بقى الـ capacitors فيه بنتعرف طبعا انواع المختلفة بيبقى لها قيم مختلفة فلما بيكلم على النوع اللي هو الـ paper capacitors اللي بيبقى بردو عن فيلم يعني metalized film كده وفيه في النص ورق اوكي بيكلم عن range من 10 نانو فراد لغاية 10 ميكرو فراد الـ DC voltage اللي يستحمله حوالي 500 فولت ده الماكسموم الـ tolerance ممكن يوصل لغاية 10% لما اتكلم عن ميكا capacitors ممكن اتكلم عن 5 بيكو فراد لغاية 10 نانو فراد بقى قيم صغيرة الـ voltage من 50 لـ 500 الـ tolerance بيبقى 0.5% طبعا بيبقى الـ tolerance اعلى بكتير جدا بيبقى احسن بكتير جدا يعني معنى ان هي بتبقى very accurate يعني السيراميك بنتكلم على فيه منها كزا تكنولوجي يعني ممكن كلها تبقى في الـ range بتاعها مثلا 5 بيكو فراد لغاية 10 نانو في منها من 10 بيكو لـ 10 الـ 1 ميكرو ممكن نوصل كمان من 1 نانو لغاية 47 ميكرو فراد لما اتكلم على range بتاع الـ voltage بقى بنسبة الـ AOB من 60 لغاية 10 كيلو فولت طبعا رقم كبير جدا الـ C بنكلم من 60 لـ 400 فولت فطبعا بيبقى فيه فارق بين الـ C يعني هنا الاقامة الكبيرة بتاعت المونوليثيك مثلا نحصل على غاية 47 ميكرو فراد مقدرش نوصل بيها لـ voltage عالية زي ما بنوصل فيها في الحاجات التانية الطالرنس بيبقى عادة من 10% إلى 20% فطبعا مهاش accurate compared مثلا لـ MyCamp طبعا حممكن الـ electricity capacitor بردو تبقى موجودة عندنا بكذا تكنولوجي ممكن تبقى aluminum أو tantalum ممكن هي تبقى موجودة عندنا شكلها نفسه بيبقى متعرف الـ Polarity بتاعته ازاي بـ positive sign مثلا او ممكن تبقى مثلا حاجة زي الشكل كده كده تعرفي negative sign negative pole بتاعتي فين زي برضو هنا الجزء ده برضو بيعرفي negative لو كان عندي حاجة بالشكل كده كده بيعندي الرجل بتاعت الكاثود بتبقى أطول شوية من الرجل بتاعت الأنود لو الـ positive فممكن نعرف برضو الشكل بتاعها عامل ازاي طبعا هي كلها في الاخر بتبقى برعا بفي عندي حاجة بتبقى يعني داي الكتريك في النص وبعد كده بعمل عليها بعد كده دي position لحاجة بتبقى يعني conductive من ناحيتين بحيس في الاخر ان انا اقدر اعمل دانسي عالية جدا في في الباكينج بتاعها بحيس في الاخر اقدر احصل على ان الكفاسة بتبقى كبيرة وفي الوقت نفسه يبقى يعني الى حد ما تبقى برضو الشكل بتاعها نفسه يبقى يبقى ما هواش كبير برضو الموديل بتاعنا بتاع الكاباستور ما هواش بس الكاباستنس لا دا احنا لازم عشان نعرف الكاباستنس او الكاباستور بتاعنا كاكمبوننت لازم نعرفه الكاباستنس بتاعته كام التوليرنتس كام بتاعها اللي هي plus minus 10% ولا 20% ولا 0.5% لازم بعارفين الوركينج فولتج بتاعها كام اللي هو براعا نص البريكداون دا اللي هو بنتكلم على الفولت اللي هو ريتنج بتاعها بيساوي كام وده حاجه مهم جدا احنا بقى عارفينه علشان ما نزودش عنه زي ما قلنا ان احنا لو زودنا عنه ممكن يحصل ممكن تتباوز برضو الاجزاء اللي حواليها في السيركت التمبرشي كوفيشن بتاعيتها برضو عشان لو فيه تغيير بيحصل مع درجة الحرارة برضو لازم ببقى عارفينه برضو مهم بنسبالنا علشان نشوف اذا كان لو سبنا مثلا تشارج على الكاباستور دا هل بيحصل بعد شوية ان نتيجة ان نتيجة ان فيه موجود طبعا الموديل بتاعنا اساسا بيبقى حاجه معقده بشكل دا مش بس مجرد كاباستور كده دا بيبقى فيه معايا وفيه كمان الحاجه اللي بتعمليها ليكتج بيبقى فيه عندنا ريزيستنس كده بيبقى موجودة اكروس الترميلاس بقيتها فطبعا بالنسبالنا لازم اعرف دي عشان نعرف برضو كمبليتلي الكاباستور دا في الدائرة بتاعتنا بيتصرف ازاي طبعا زي ما قلت ان الكلام دا بيفريم معنا جامل جدا طبعا كل ما الفريكونسي عالي كل ما الكلام دا فريم معنا اكتر بس مثلا حاجه زي الار بي مثلا اللي هي الريزيستنس البرالل دي بتبقى الحقيقه مهم جدا عشان تورينا هو نفسه البرفورمانس بتاعة بيبقى عامل ازاي مع الوقت فطبعا بيبقى بالنسبالنا مهم جدا لما يجي ان نختار كاباستور نبقى عارفين كل الحاجات دي وديبقى على الاقل الحاجات المهمة بالنسبالنا مثلا زي الوركينج فولتج والطولرانس والحاجات ديكو لازم نبقى عارفينها كويس قوي علشان نقدر نحنا نتعامل معها في الدائرة بتاعتنا بشكل سليم في عندنا برضو في الكاباستور طريقة عشان نخلي القيمة بتاعة الكاباستور تبقى متغيرة بتغير مثلا معيين تغير الناب معينة الفكرة الساسية بتاع التغيير ان احنا عندنا فيه حاجة بيسميها ستيتور حاجة اسماها ستيتور ده بيقى حاجة ثابتة والروتور ده حاجة متحركة هدفنا في الاخر منهم هم دهنا نغير الاريا بتاعت الكاباستنسنس بقاتنا بتسوي كم او يعني الاريا اللي هي القصات بعض دول القصات بعض دي قد ايه علشان بيقى نحدد القيمة الكاباستنس بتسوي كم يعني مثلا عندنا لو في عندنا البطن تايب اللي بشكل ده كده. اللي هي شكلها دايرة كده. بيبقى في عندي البليت نفسها بتبقى شكلها نص دايرة. حسب ما انا بخلي نص دايرة دي قصاد النص دايرة دي. لو هما الاثنين قصاد بعض بتزدط باخد الماكسيمم ريزيستنس. لو انا لففتها اه خليتهم الاثنين ما هم ماش اه فوق بعض خالص بريزيستن سوصل زيرو او كباسم سوصل زيرو. ولو انا خليتها في النص دي بقى عندي قيمة في النص. فبيطلع لي حاجة في الاخر لو انا لففت دي قصاد دي. بيطلع لي قيمة كباسم سواءة بتتغير كده لغاية ما تصل البيك وتنزل تاني تبقى صفر في الاخر خمس. بيبقى في عندي برضو شكل تاني ليها ممكن يبقى في عندي شكل كده عبارة عن بفي عندي روتور وفيه ستيتور. وده بيبقى الحاجة لده قصاد ده. ده اللي بيديني كباسمس في النص هنا بيبقى في حاجة زي تافلون كده بيبقى حاجة بتبقى developer developer here. سيبقى في القصاد دا كبيرة. لو انا خليت وقف هنا مسلاً في الأخر خالص يبقى القصاد ده هنييني بيين ال روتور. الانطبع لديهم القصاد دلول تبقى خمسوات صغيرة فالكاسمPP صغيرة فطبعاً في الاخر انا هدفي ان انا اغير من تغيير الatonسبة لتغيير بتاع الجوانب اغير وي mathematically بتاعته فمقرك Kolakret وبالتالي اغير القيمة بتاعته بالشكل ده يعني اثنين دلوقتي الكلام على الاندكتورز او الملفات الحث منكلم على الديفينيشن بتاعها انها device that resists change in the current through the device يعني بتحاول دائما انها تمنتين الكرن بتاعها من غير ما يتغير الاكويجن بتاعتها هي عبارة عن E بتسوي minus L di by dt اللي هي الاندكتورز بتاعت قيمتها كام و احنا هنا محتاجين فولتوج عالي جدا عشان نغير current بطريقة سريعة وده طبعا حاجه غالبه متبقاش سهله يعني فطبعا اشكالها بيبقى شبه قوي resistors بس اكشل طبعا مختلفة كتير فيه اشكال منها حقيقه مختلفة خالص عن الشكل دوت وطبعا الرمز بتاعها في الدايرة بيبقى حاجه بالشكل ده كده ممكن احنا يعني نتكلم على الكونسب نفسه بتاع الوباريشن بتاعها انه هو لما الكرن بيمشي في الدايرة في الكويل نفسه اللي هو الاندكتور بيعمل ماجنيتك فيلد و لما بيحنا بنخلي الكرن ده بيوقف بيبقى الماجنيتك فيلده بيكلابس طبعا ماجنيتك فيلد دوت بيبردوس ال 식نال؟ يعني ايه يعني احنا tä bXT highlight لفيه يميز بنا ماجينتك فيلد لو في الماجنيتك فيلد هنا بتغير بالقوارين بتاعها الفيراداي بتقول لنا احنا بيبقى في عندنا بيتكون نتيجه لإ تغيير اللي بيحصل فيه الماجينتك في tenidoد وهو تماما dobre او بيحاول ان هو ي savage الحاجه اللي بتقلل ال班 فدايما بنحاول ان احنا يعني او الاندكتور بيحاول يخلي الكارنت اللي ماشي فيه ما يتغيرش او بيعوق ان هو يتغير بشكل سريع على اقل الاندكتور برضو ممكن يبقى لها color code زي بالضبط الريزيستور بس دي مش منتشر قوي الحقيقة يعني نشوفها في حاجات قليلة قوي يعني بنلاقي برضو ان عندنا ان في عندنا تو بانز كده وفي عندنا منتبلاير باند وبيبقى عندنا باند رابعة بتعرف لنا اللي ايه بتعرف لنا التولرانس فطبا بى في عندنا يعني برضو ممكن يبقى فيه الرقمين دول في الرقم المالتيبلاير اللي هنا دوت عشان في الاخر نوصل للايه للقيمة بتاعتنا بتساوي كاما بيبقى في عندنا يعني في التولرانس بتاع الفورث بان دوت بيبقى في عندي ام رادية ام جولد ممكن يبقى في عندنا بعض الحاجات التانية برضو اللي هي green يعني حاجات تانية ممكن تبقى موجودة تعرف لنا برضو تولرانس بقى مختلفة شوية ممكن يبقى في عندنا جولد اور سيلبر بحيس ان هي يبقى برضو بنتكلم على very high accuracy inductors الانواع اللي احنا نقدر نبص عليها من خلال الكلور كود ونعرف قيمتها بكام غالبية الاستعمالات بتاعت الاندكتورز هي بتبقى في الفيلترين يعني نحاول نعمل الفيلتر دا ممكن يستعمل في ممكن يستعمل في ممكن يستعمل في ممكن يستعمل في ممكن عشان يخلي يعمل فيلتريشن للهاي فريقونسي كومبورنس الموجودة مثلا في السويتش مود باور سابلاي مثلا فاحوال كتيرة حياتي بيبقى الهدف بساسي فاط crossedフيلتر ميفودة مليلة فاغالبا نستعمل مثلا لو احنا عندنا الفيلتر انا بنستعمل خسب نستعمل عبارةان مشج purple وملفوف حوالي الفيلتر عادي خالص ملفوف حوالي كده طيب عابراتان عارفين ان Мы لنوفق بسلك الاخر فكاننا نعمل فانه من البعض يستعمل في فخت انا الفيلتر انا ما يستعمل لديا في الافيلة في الدور بالشكل اذا انا نستعمله لاحنا غالبا بنقل�ANK غالبا بنقل هنا فاردة يعني هنا بسكío هنا بيبقى فرو ماجناتك في اللو كارنت كوندكتورز بنستعمل اير كور وبنلفه برضه على حاجة كده ما بتبقاش يعني ممكن نلفه حاجة زي مثلا حاجة كارتون مثلا بحيس يتلفه حواليها ما بيبقاش جواه حاجة غير ال اير طبعا منتكلم على المكونات الاساسية بتاعت الاندكتور هي الفورمر او نسميها البوبين البوبين ده اللي هو بوبينة بتاعته الويندينج واير بتاعنا اللي هو السلك اللي بنلفه والكور ماتيري النافسها لو احنا حبينا نحط كور جوا اللي بوبين بتاعنا ده جوا الفورمر ده هو الشكل اللي احنا بنحط حواليه لو احنا عندنا بكرت خيط البكر نفسها بتبقى مرفوفة على حاجة زي يعني سيلندر فاضية كده مجوافة من الكارتون ده برضه ممكن نستعمله في الاندكتورز لو احنا حطينا جواه كور ماتيري ال فرو ماجناتك ده بيبقى بعد كده بيبقى ايه ما تكلم على ان انا عندي فرو ماجناتك كور او ما عنديش حسب انا حطيت جوا حاجة وما حطيت فباسيك اللي بتكلم على المعتاد بقى في الاندكتورز ان البوبينز ده بتبقى معمولة من المولدد بلاستيك الوايندين عادة بيبقى اناملد كبر وايرد يعني بتبقى كبر وايرد كده بيبقى يعني محطوط عليه طبقة وارنيش مثلا او حاجة تبقى في الاخد تخليه يبقى معزول بحيس انها لما الفه في بعضه ما يبقاش فيه كونتاكت بين الوايرز الان كونتاكت مع بعض وكور ماتيري نفسها لازم تبقى لاميناتد ستيل او باورد ايرن او في الرايت دي عادة بتبقى بنتكلم على انها كلها لازم تبقى فرو ماجناتك ماتيري ما يفعش حط اي حاجة ما يفعش حط الومينام مثلا لازم تبقى فرو ماجناتك يعني حاجة فيها حديد والشكل بتاعها بقى ممكن يتغير يعني شكل الكور نفسه ممكن يتغير وممكن انه هو حسب الابليكيشن نفسه ممكن يبقى فيه افضل من ديزاينز دي امثلة للحاجة اللي انا بتك ينتكلم عليها هنا كده. يعني دلوقتي بتكلم على ان ده هو ده النقلة بتاعنا ملفوفة خسئ. ده الكورة هو موجود اوكي وفي الاخر الحاجة اللي قولها لونها اخر يعني نحاسي these days. هذه فورمر در اخيه عبارة عن الحاجه الي هي اللي بتخليه معزول سلك نفسه معزول لو ده الكبير لامس ده مبقى في الاخر السلك اللي طبى بيبقى ايه مش معزول? platform ربما لا يزاله دون الطبع مبارنة هذه و WW3 ا구나 اذا كان يزاله ان ارداء الم Angel النجوم طبعا المشكلة في الاشكال دي كلها الحقيقة ان احنا صعب ان احنا نقيس قيمتها او ان يبقى مخطوط عليها لابل بقيمتها فلما يكون عندنا مكون بالشكل ده الحقيقة لازم نقيسه علشان نقدر نعرف قيمته ومش صعب جدا ان احنا نعرف قيمته من كود عليه ولا حاجة لان هو بيبقى معمول اكشولي في موظم احيان يبقى custom فبيبقى عادة لازم نحنا نقيسه علشان نعرف قيمته بتساوي كام كما بقول في اشكال كتيره مختلفه مثل الانواع المنصر المعموله بالشكل ده نتنين للجميع الانواع مختلفه من المكونات اللي نسميها active components ونبدأه بالديوام الديوام ده عبر عن active components made of semiconductor material which the current flows more easily in one direction than the other يعيه بمعنى لو انا حاولت ماشي current في الاتجاه ده كده اتجاه اللي هو من الانود الي كاثوت بيامشي بمنتعة السهولة لو حاولت ماشي current بالعكس هيبقته فيمنتعة الصعوبة اوه مفتوح 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 معينة كده يعني في الجزء الناغتف يعني بماشيش كورند خالص غاية ما يوصل في الاخر بيحصل له حاجه زي ابلانش يعني بيحصل له ما يكسر بحيث ان هو يقدر يمشي كورند يعني زي ما بيعمل في الفورر يعني بيحصله في الاخر خالص ويقدر ان هو كورند يقدر يعدي في الناحية الثانية بيحصل بفولت صغير جدا نقدر نوصل بكورند عالية يبقى معنى كده بيبقى سهل ان احنا نمشي فيه current في direction positive طبعا بيبقى محتاج ليبقى فيه voltage موجود علشان اقدرها ماشي current ما اقدرها ماشي current طبعا غير ما يكون فيه voltage الديزو الحقيقى موجودة برضه في اشكال مختلفة وطبعا السيمبل بتاعها المعروف طبعا هو بيبقى فيه انود و cathode زي ما احنا شايفين كده الاشكال نفسها بتبقى فيه انواع مختلفة وطبعا كل واحد فيهم لازم يبقى فيه designation للكاثود بيبقى فيه بالظبط يعني هنا بيبقى فيه مثلا بنتكلم على ان الكاثود نفسه بيبقى هنا بشكل مميز مسلا او بيبقى موجودة عندنا مثلا لو احنا خلينا اللي هي لو في عندنا一ان الرجل بتاعه اطول بيبقى ده الكاثود بتاعي يبقى و بيبقى نفس الكلام برضه ان انا عندي شاجة طبعا اشكال بتاع الديوتBoine تختلف من مكان الم� to my Dakot وطبعا ده واحد من الشكل الشكل اللي هو typical بتاع الدايود اللي احنا بنتعامل معاها في الدواير بتاعتنا ده 41-48 الستاندرد يعني هلاقي طبعا الحاجة اللي معمول عليها علامة هنا كده دي تبقى الكاثود بتاعي فين فيه نوع خاص جدا من الدايود بنسميه الزينار دايود بيبقى عنده break down avalanche or zener voltage بيبقى متحدد وقدر انها يمشي فيه كارا زي ما انا عاوز يعني باجي هو شغال اساسا عند الحتة دي يعني شغاله عند الجزء اللي فيه break down voltage ده بيتسابقها هو هنا هيقدر يستحمل current بأي شكل من الاشكال يعني ممكن انها ماشي فيه current بأي value ويقدر ان هو يستحمله الميزة بتاعته الحقيقة ان انا بقدر به ان انا ادزاين voltage sources لو انا حطيته في دايرة بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده هو فعليا بيثبت ال voltage عند ال voltage بتاع ال breakdown دوت يعني ال voltage هنا دوت بيبقى voltage بتاع الزينار دايت دوت ومهما سحبت من هنا current بيبضل برضو عند نفس ال voltage ده هو هو مفيش اي اختلاف بحط هنا voltage source اعلى شوية هو بينزله القيمة بتاع الزينار voltage اللي هنا وبحدد بالزينار voltage ده الاوفوت بتاع بيساوي كاما الزينار voltage دوت اللي هو breakdown avalanche voltage بيرينج من واحد فولت لغاية سيفرال هندرد فولت فممكن ان انا اتعامل معه بقى ودزاين بيه voltage sources ديبقى ورحبه منها تكون ideal voltage source في الزينار region يعني في النقطة دي بالزبط اوكي فبحطه هنا بالعكس بحيس ان انا بقى شايفي ال voltage بتاع الزينار موجودة عندي هنا واقدر اتعامل بعد كده معاه ك voltage source بالزبط فالحقيقة لازم نفرق بين الزينار وبين ال general purpose diodes لان هما الحقيقة usually labeled with the specified breakdown voltage لو لقيت في عندي دايود بالشكل ده كده وعليه voltage يبقى ده اكيد زينار دايود ما هواش دايود عادي اوكي فدي حاجة مهمة جدا عشان نفرق بينها وبين ال diodes العادي واحد من الانواع الخاصة برضه من ال diodes هو بنسميه varactor ال varactor diode دوت عبارة عن silicon diode that works as a variable capacitor in response to a range of reverse voltage values يعني ايه كلام ده يعني حسب ما انا بحط عليه reverse voltage هو نفسه بيبقى له capacitance معينة طبعا احنا لما بيبقى في عندي reverse voltage ما بيبقىش في كارنت ماشي ففعليا بيبقى في عندي على الجنبين بتوع ال diodes دول بيبقى في عندي charges وسط باط والcharges دي ممكن هي تفورم capacitance والcapacitance دي اكتشولي بتتغير مع تغيير reverse voltage بتاع بكام فاحنا نتكلم هنا على الcapacitance value دي ممكن حسب voltage range من 1 ل500 pico freds وممكن نتكلم على ال operating voltage من 10-100 volts فالحقيقة ممكن نعمل بيها حاجة لطيفة جدا احنا ممكن مثلا في تيونر بتاع التلفزيون مثلا بدلا ما كنا زمان بنتطر ان احنا نغيره بادينا لا احنا ممكن دلوقتي نغيره بال remote control هو يتحكم في electrical voltage تتحط على ال varactor دي بحيس ان احنا نخلي ال varactor ده تي اكت ازا variable capacitance بحسب ال voltage ده نحطه ده بسوي كان بالضبط فطبعا حاجة تبقى مهمة جدا ان احنا نقدر نستعملها في applications كثيرا نحتاج فيها نحنا نغير الcapacitance بتغيير voltage مش بتغيير surface area بتاعت الcapacitance وصاب بعضيه ممكن في عندها نوع تاني برضو بنسميه varistor ال varistor ده هو عباره عن device having voltage dependent non linear resistance that drops as applied voltage is increased دي بتبقى الموديل بتاعها actually بيبقى 2 diodes back to back كده بشكل ده فلو انا جمعت ال characteristics فقط الاتنين دول هلاقي ان شكلها عامل كده لو انا بتكلم بقى ان انا ببص على region صغيرة خالص اللي هنا دي كده هلاقي ان انا كل ما غيرت ال voltage بتاعي كل ما ال slope بتاع الكيرف دوت كل ما تغير فمعنى كده ان انا بشوف resistance مختلفة حسب ال voltage اللي انا نحطه سواء في ال forward او في ال reverse كان بكام فبتكلم عن ال voltage طبعا او انا حطيتهم back to back كده يبقى معنى كده انا حطيت voltage عليهم من اي اتجاه هيبقى في الاخر بيعرفت لي واحدة من دول ففي الاخر بقدر ان انا اعمل الكلام ده كvariable resistance بتتغير برضو بتغيير ال voltage فدي طبعا واحدة من الكاركتريستيكس اللطيفة جدا ممكن استعمل فيها ال diode نوه يعمل لنا variable resistance والvariable resistance دي تبقى بس مش بتتغير برضو بتغيير بتغيير نب معينة لا بتتغير بتغيير voltage applied على ال resistance نفسها فطبعا بنتكلم على ال application سواء انا ممكن استعمل في حاجة زي ميتر protection circuits بحيث انها في الاخر لو انا مثلا حاطت ال dive z بالشكل ده كده ممكن لو ال voltage عالي الاقي ان ال resistance اللي هنا زادت قلت فمعنى كده بتكلم ان هي هتسحب ال current بده ما يخش في الميتر يبوزه لا ده هيمشي في الدائرة اللي برا تعمل bypass للايه لل voltage العالي ده بحيث ان هو يعادي فيها ما يعاديش في الميتر نفسه فهنا لو ال voltage يبيه نقطتين دول عالي ال resistance زي ما احنا شايفين كده كل ما ال voltage بيعلى كل ما ال resistance السلوب بتاعها بيبقى very steep يبقى معنى كده resistance متى بتزيد بتقل جامد يعني معنى current لما اتكلم هنا ده current ده ده ال voltage مش العكس يعني فبلاقي ان هنا ال resistance متى بتقل جامد جدا فمعنى كده الطريق اللي هو اللي هنا ده بالنسبة لل voltage عاليه بقى اسم ان هو يمشي هنا في الايه في الميتر فيعملي protection للميتر ده طبعا اشكال بتاعت ال virus تختلف بس برضو ممكن يبقى شكلها بالبساطة اللي احنا شايفينها هنا دي كده طبعا من الانواع برضو اللي حشوفناها كلنا light emitting diodes اللي دلوقتي بقت منتشرة جدا حقيقة حتى في الاضاءة بقى في عندنا دلوقتي لمبات بتاعت lead lighting والحقيقة ميزتها الكبيرة الحقيقة انها very efficient ما بتبقاش بتعمل مثلا thermal losses زي ما incandescent lamps بتعمل وفي نفس الوقت بتاعت ال efficiency بتاعت ال conversion بتاعتها من electricity light بتبقى الحقيقة اعلى بكتير او من اي حاجة تانى فباسيكلي عبارة عن pn junction that emits light when forward biased لما يمشي فيها current بتعمل لنا emission light طبعا ممكن نعملها بconstructions different يعني doping هنا في المaterials بحيث نديدينها different colors and different shapes طبعا ممكن يبقى لها اشكال مختلفة طبعا هنشوفنا طبعا لاذا قبل كده ويعني اكيد عارفين ان فيها اشكال مختلفة ممكن نلاقيها يعني ممكن يبقى في عندنا حتى الوان ابيض ممكن يبقى فيه الوان ازرق ممكن يبقى فيه الوان اخضر كان الفترة قريبة مكانش فيه ازرق بس بتاعت ابقى فيه من حوالي يعني كان فيه فترة كده ما كانش فيه غير الوان لها احمر واخضر ويعني وكانش فيه الوان تانية كتير موجودة وبعد كده بتاعت ابقى فيه الوان كتير تبقى موجودة الحقيقة في نوعه ثانيه من الديد ونسميه فوتو دايد ده برضه هو نفس الديد بالضبط العادي بس يعني لما اللايت بيقع عليه بيبقى له مكان معين كده ممكن نخلي الضوء يسقط عليه فيه لما فيه لايت بيبقى متصلط عليه بيخلي الديوبيس نفسها تكوندكت غير كده ما بيبقاش كوندكتف فطبعا بيبقى فيه عندنا شكله بيعمل كده لما بيبقى فيه عندي لايت بيجي عليه يعني يبقى خلي ده يبقى كوندكتف معنى كده ممكن اعمل بيه اكشن فممكن مثلا انا استعمله علشان مثلا في دوايا مثلا بتاعت بروتكشن مثلا لو انا فتحت الكمبيوتر مثلا او فتحت الجهاز مثلا يبقى يتدكت ان فيه لايت جاي من بره يبقى معنى كده يعمل مثلا سيفتي كوندشن معين في الدايرة بحيث ما تشتغلش والمكانة مفتوحة مثلا او ممكن انا فأبليكيشنز كتير حقيقة بي محتاج فيها ان انا بقى عارف ان فيه مثلا فيه ضوء ولا مفيش ضوء او فيه مثلا لو انا عايز اعدي مثلا دخلية مستشفى ممكن نفس الكلام برضو ابقى برضو كل ما بيشنز يعدي كل ما يبقى فيه مثلا اضاءة موجودة على ولما البيشنز يعدي يبقى الاضاءة دي بتبقى مش موجودة فبديتكت ان هو بقى مش كوندكتف فممكن انا اعمل دايرة برضو تدكت الكلام ده وقدر اعدي البيشنز الدخلية فطبعا بتبقى حاجة مهمة قوي ان انا يبقى فيه عندي برضو مكونات كده بيلاقى كاركتريستيكس يعني تطبر يونيك بحيث انا اقدر احاول استعمالها في مختلفة ممكن تبقى مفيدة بالنسبة لي واحدة من ال موجودة برضو في الدايود حاجة بسمها التالن الدايود التالن الدايود دوت عبارة عن حالة خاصة جدا من بس فيها بيلاقي ان فيه جزء بيعمليه ناجاتيب ريزيستنس انتورفل الكاركتريستيكس بتاعتها بشكلها حاجة بالمنظر ده كده لو انا بصيت على الجزء اللي فيه دوت لو انا عملت بايسنج للدايود بتاع ان هو يبقى موجود في الانتورفل دي هو اكشولي بيأكت في الريجن صغيرة دي اكن عنده ناجاتيب ريزيستنس فمعنى كده ان انا لو عملت له بايسنج في القيمة دي هنا كده بقدر ان انا يبقى فيه عندي المكون نفسه بيشتغل في الدايرة اكنه ناجاتيب ريزيستنس ويهي طبعا حاجة انترسنج الحقيق ان احنا يبقى عنده عندنا حاجة تمثلينا حاجة تبقى يعني مورو لس كانت قبل كده يعني نحنا يبقى فيه عندنا ناجاتيب ريزيستنس حاجة ما هيش فيزيكال لا احنا عملنانا فيزيكال رياليزيشن دلوقتي باستعمال الطانل الدايود الترانزيستر دي ابسط انواع هي البيبولار جونكشن ترانزيستر ليه بتبقى شبه قوي الدايود بس بزود عليها الطرف تالت يعني بدلما كان عندي بيبقى فيه عندي NPN او بيبقى فيه عندي PNB في الحالتين بيبقى عندي او او اميتر و بيس في كل الاحوال دي ولو انا حطيت هنا 0 يبقى ده كله بيبقى ايه مفيش كلام بيمشى من ال اميتر لل اميتر ونفس الكلام بالضبط بالنسبة ل PNB وانت ان انا حطيت هنا بسميه البياس على البيس بيبقى فيه هنا يمشى بقيم مختلفة حسب البيوتر فلقيت ان انا ممكن لو دخلت من هنا عند بايس مناسب ممكن ان الاسمول سيجنال الداخلة دي تتكبر في الجزء بتاع الايه الاي سي اي اللي هو كانت الماشي من الكوليكتور الى الامتر في الايه في الديفايس دي فبالتالي نقدر نكبر بيه سمول سيجنال بروفايد ان احنا عملينه البياس السليم في الايه في الدائرة بتاعي فيه اشكال كتيرة للترانزيستور الحقيقة طبعا بتبقى الشكل نفسه بيبقى صعب ان احنا نعرفه كده مباشرة عادة بيبقى فيه عندنا انواع من الترانزيستور بيبقى لها اشكال مختلفة اولا ولها للتلات اطراف بتوعها بشكل مختلف يعني مثلا من الكلمة على سعاب بيبقى عندنا اندكس موجود عندنا في مكان معين كده وبعد كده بيبقى فيه عندنا كل واحدة من الرجلين بتاعتها دي بتتمسلي اما الكوليكتور اما البيز اما الامتر بشكل معين عادة ممكن يبقى فيه عندنا يعني ترانزيستور ممكن يبقى حجمها كبير بالشك ده كده بحيث انها تستحمل كارنت عالي ودي اعداتها بتستعمل مثلا في الـ power amplifiers او ممكن يبقى هي نفسها بيبقى فيه metallic heat sink موجود connected بيها برضو عشان تحسن لنا heat dissipation وممكن نوصل بيها حاجة زي يعني heat sink مثلا ولا حاجة بحيث ان هي اضافي يعني بحيث انها تبقى تبقى efficient فيها بالنسبة لل heat dissipation تبقى احسن ممكن يبقى فيه عندنا ICs يعني integrated circuits يبقى فيها عدد من الترانزيستور تبقى matched الباط دي بس تعملها لما كنا عايزة استعمل عدد من الحاجات الدرايفرز مثلا بتاعت 7 segments مثلا بيبقى فيها عندنا حاجات زي كده عشان ترى تعمل لنا current عالية وكلهم بيبقوا matched يعني كلهم بيبقوا نفس characteristics بالزبط اللي طبعا بيبقى فيه characteristics تبقى معينة موجودة زي مثلا البيتا بتاعت الترانزيستور بتزوي كام اللي هي عبارة عن current amplification من IC والIB وطبعا واحدة من الحاجات اللي هي اللي مهمة جدا لازم بقى عارفينها فعموما الشكل بتاعنا ويبقى بتاعت اطراف بتاعت الترانزيستور لازم نعرفها الحقيقة حسب النوع يعني لازم بقى عددات الشيء بتاع الترانزيستور نفسه عشان اقدر اعرف الاني pin بتتمثلي انهي طرف من اطراف الترانزيستور بعض الاحيان بنحتاج ان احنا مش بس نكبر الكارن بشكل معين لا بنحتاج ان نكبره اكتر بكتير فبنحتاج ان احنا لما يكون عندنا high current gain مش بس بنحط الترانزيستور واحد لا ده بنحط اطنين واربعات connected بالشكل ده كده ده بسميه direct pair direct pair عبارة عن two transistors وصلين بالconnection دي كده وبيتدوني actually characteristics بتبقى بدلا ما كان عندي هنا beta يعني تكبير معين للcurrent بين I base وال I collector بيبقى عندي beta square لان الcurrent اللي ماشي هنا دوت اللي هو نفسه اللي ماشي هنا اللي هو ده بيبقى beta في ال I B ولو بيخش هده بيبقى base current هنا فبتضر في beta تانية هنا فبيطلع لي beta square I B فمعنى كده بيبقى عندي current يعني current amplification بيبقى اعلى بكتير جدا فبنلاقي ساعات في بعض الدواير مستعمل direct pair وعادة بيبقى حطوا في package زي الترانزيستور العادي بالضبط بحيس ان هو يبقى اسهل في connection زي ما احنا شايفين هنا وموردي وصلين ببعض وعندي هنا الطرف بتاع collector موجود وطرف بتاع the emitter موجود شبيهة جدا بال package فبقى الترانزيستور العادي في نوعه تانى بقى بال most technology بقى اللى هي بنكلم على field effect transistors اللى هي يعني بتكلم عن حاجات بقى بتبقى شكلها شبه الترانزيستور العاديها بس بيبقى شكلها حاجة من المنظر ده كده بيبقى في عندي gate و drain ومطارية استعمالهم الحقيقى برضو نفس الكلام بيبقى عندي N channel بيبقى عندي R ده ماشي كده أو P channel بيبقى عادة بيبقى ممكن يبقى ال arrow في العكس الاتجاه في كل الاحوال الاثنين دول بيصرفوا بزبط نفس طريق تصرف الترانزيستور اللى هو P G T لما يكون الفولتج ده عندي هنا بزيرو وما بقىش في حاجة خالص ناحية التانية ده بيبقى كاتوف لما بيبقى هنا يعني الفولتج ده ده بيتغير لو حطيت هنا فولتج معين يعني مناسب ممكن يبقى فيه هنا current flow يزيد ويزيد بنسبة متناسبة مع الايه انا حطيت هنا فولتج ده طبعا الميزة بتاعت الكلام ده انا برضو تاني لو حطيت هنا سيجنال صغيرة ممكن اكبرها في current المشيلي هنا ده في الايه بين الدرين وبين السورس ده طبعا ممكن في الحالتين برضو مع الترانزيستور برضو بنفس الشكل ممكن نستعمل ده كسويتش يعني ممكن اكشل لو انا حطيت يا اما zero volt يا اما high volt يبقى ماشيلي يا اما current عالي يا اما current zero يبقى معنى كده ممكن تشغل كسويتش ممكن تشغله كسويتش فطبعا يعني الطريقة بتاعتهم بتاعت تستعمالهم مشابهة جدا لطريقة تستعمال البايبولار جوكشن ترانزيستور في الحقيقة برضو الاشكال اللي موجودين فيها ال different packages بتاعتهم بتبقى شبه بعض ممكن يبقى في metallic case ممكن يبقى في بلاستيك كيس ممكن يبقى في metallic كيس شكلها مختلف شوية ممكن يبقى في اتنين مع بعض يعني في الاخر برضو يعني لو انا مسلا عندي package معينة ببقى صعب ان انا اعرف من اول خالص اذا كانت field effect transistor او اذا كانت bipolar junction transistor فلازم ان انا نلاقي طريقة ان انا من الدائرة اعرف الترانزيستور ده ايه او اقرى بقى اذا كان عليه label غالبا الحاجات بيبقى عليها labels فعلا فاقرى الليبل المكتوب عليه دوت عشان اعرف نوع ايه وبصها ده تشيب بتاعته عشان اعرف pin assignment بتاعته وعرف الكاركتريسي اللي بتاعته عمله ازاي بالظبط فالحقيقة انواع transistors الناس حاول ت standardize الانواع بتاع transistors ب certain code كده يبقى الناس كلها متافقة عليه اللي حاول يعمل كده joint electron device engineering council او الجدك بيستعمل digit و letter و serial number و suffix letter usually n دابرة عن serial number و serial number runs from 100 لغاية 90 or arbitrary ويبقى فيه optional suffix indicating the gain او hfe يعني ممكن يبقى عندنا رقم كده بيقول لنا game بتاعنا بيساوي كم لو انا حطيت suffix دوت a يبقى معنى كده low gain لو b يبقى medium gain لو c بقى high gain no suffix يبقى on group يعني ممكن تبقى اي واحدة من دول ما فيش اي definition لها فبنلاقي ان عندنا حاجة بالشك ده كده بيبقى مجموعة labels بالشك ده كده بتعرف لنا يعني الى حد ما نقدر نعرف النوع بتاع او نخلى فى standardization للشكل بتاع بتاع الرقام بتاع التização طابع intent طبعا لو عندنا حاجة ما نحاجة منهاش Business sekarang يبقى نفي مشا عندنا اي معلومة خالص عن ال gain بتاعنا بيساوي كم لو انا عندنا حاجة A هنا يبقى عارف ان يبقى low gain فى عندنا textile الموضل الثانى لل sophomoring اللى هو hangans Russi jai denominations و WITH O print s A O S A يبقى PNB High Frequency Transistor يعني يستعمل في High Frequency SCNBN HF اللي هو High Frequency Transistor SGP Channel FAT أو MOSFET يتكلم على SP اللي هو PNB اللي هو Audio Frequency Transistor لو SD يبقى NBN Audio Frequency Transistor لو SKN Channel FAT أو MOSFET طبعاً ده حقيقة الميزة بتاعته انه هو بيدينا discrimination between PNB اللي هو او الحاجات اللي هي PGT Transistors وبين الفات او MOSFET Transistors طبعاً بتبقى اسهال ان انا عرفها عطول من اللابل فهنا مثلاً لو بكلم على حاجة فيها SA SA دي معناها ان هي PNB لو بكلم على حاجة مثلاً SC السي اللي هي برضو NBN وهكذا SB بتبقى عبارة عن برضو PNB AF Transistor ففي الاخر الرقم الموجود هنا ده بقى حسب الموضل نفسه او ده الموضل نمبر بتاعه بيختلف بقى عشان اعرف الاختلافات بين الأرقام مختلفة وبعض لازم ببص على ال Data Sheet في عندنا طريق ترقيم تالتا اللي هي European System بتعتمد على 2 letters letter serial number و suffix الفرست letter نفسه بيبقى عبارة عن material وال second letter بيبقى عبارة عن device application وال suffix اللي هو زي الجدك بالضبط نفس السيسم بتاع الجدك و لما بكلم مثلاً على الفرست letter يعني بيقول لي اذا كان معمول من germanium ولا gallium حسب A أو C أو B أو R حسب كل واحدة فيهم بتعتمد على المتيل نفسها عبارة عن A second letter وال device application يعني Audio Frequency أو High Frequency أو Power أو Audio Frequency حسب بقى النوع بتاعه بنقدر نحن نحدده من خلال الحروف الموجودة هنا دي الرقم بقى اللي هو بتاع Transition نفسه زي ما كنت بقوله قبل كده ده بيتحدد بيه المنفاكشرر وبتحدد حسب الكاركتوريستيكس باعته فعشان افهم ايه الفئر بين 108 و 68 مثلاً ده لازم ابص على ال Data Sheet بتاعتهم عشان نشوف الفرق بينه معبارة عن ايه بالضبط طبعاً امثلة للأرقام دي بدي بقى شكلها زي ما احنا شايفين هنا كده ما بقاش فيه رقم في الاول زي ما احنا كن شوفنا قبل كده ويبقى فيه مثلاً عندنا يعني ممكن يبقى فيه عندي النفس الحاجات بتاعت الجادك في الاخر يعني الجزء اللي في الاخر ده زي الجادك ممكن يبقى موجود او مش موجود حسب برضو ان انا ازا كنت بعرف الابليكيشن بتاعه ولا مش بعرفه وفي الحاجات اللي في الاول دي مثلاً بي سي يبقى معنى كده ده Silicon لقم نفسه بتاع الترانزيستور نقدر نعرف الابليكيشن بتاعه ونقدر نتخيل هو ممكن يستعمله في دايرتنا بأني اسلوب نوع من عنواع السمي كنداكتور ديفايس برضو اللي هي الثايريستور اللي هي السيليكون كنترول او الترياك او الفور ترنال الثايريستور او البيلاترال سويتش يعني دول كلهم الحقيقة هدفهم في الاخر ان احنا نكونترول مثلاً 220 مثلاً باستعمال يعني في عندي حاجة بالشك ده كده انود وكاثود وشكلها زي الديود بالزبط وفي عندي جيت فولتج هنا جيت فولتج ده بيبقى فري سمول فولتج وده شكل بتاع بيان بيان مثلاً فلو انا حطيت هنا فولتج بوزيتف يعني بيخلي ان بقى فيه هنا شورت سيركت بين الطرفين دول وممكن اخلي الشورت سيركت دي تمشي كارنت عاية لو انا حبيت يعني ممكن تستعمل فعلاً فبستعمله مثلاً عشان اتحكم في الـ 220 مثلاً يعني الكنترول مثلاً اي حاجة بتسخن مثلاً بستعمله عادةً بثايريسترز او بSCR او بترياكس عادةً ما بكلم على الSCR بيبقى لها ببولارتي يعني ممكن انها تبقى من الاول انود لغاية الكاثود تبقى فيها اوكي لو بكلم على الترياك ده بيبقى بيدركشن التريود يعني بمعنى كلمة فيه واحد من ده مع واحد من ده بالعكس بحيث انها في الاخر لما بيكون عندي بولتج ماشي في الاتجاه ده او في الاتجاه ده مبقى شفي فرق ممكن يشتغل في الاتنين فالترياك هو عبارة عن اتنين من الSCR دول باكتو 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 الفورتر من البقى ممكن ان هو يكون بايلاترال سويتش ممكن يبقى فيها عندي اتنين سويتش بقى يعني ممكن يبقى فيها عندي اتحكم في حاجتين في نفس الوقت في كل الاحوال احنا اللي همنا اكشوري ترياك هو اهم واحد فيهم وده من الحاجات اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليها في تفاصيل في الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها في المحاضرات بتاعتنا في جزء بتاع basic electronics من الحاجات المهمة جدا برضو اللي احنا هنتكلم عليها بتفاصيل هي ال operation amplifier فبنتكلم على ان لها طبعا انواع مختلفة من الباكتجز ممكن تبقى جيلنا في D D1 in line package او F لها flat pack H لها الميتان كان اللي بتبقى شبه الترانزيستور مثلا بحاجة mini dip تبقى صغيرة شوية زي dip بس صغيرة شوية ممكن تتكلم على power package اللي بتبقى برضو ممكن يبقى لها برضو شكل شبه الترانزيستور الى حد ما ففيه انواع كتيرة اشكال كتيرة لل ممكن يبقى موجود فيهم مش شرط يبقى شكل IC المعتادة ممكن يبقى لها اشكال مختلفة temperature range اللي بتشتغل فيه عادتنا دي حاجة مهمة جدا نتكلم عليها بالنسبة لكل IC نتكلم عليهم مهمة جدا نحن بقى عارفين اذا كان commercial اللي هو ده الحاجة المعتادة اللي بشتغل من 0-70 درجة او military من ناقص 55 من ناقص 25 او industrial من ناقص 20 ل 85 طبعا الميليتر دي اقصى حاجة دي بتبقى اعلى حاجة وغالبا يعني ممكن لقى بعض المكونات اللي في الميليتر رينج اكشل ما تدرش تشتريها يعني ممكن ان كتا تحاول تبعات تشتريها من برا ممكن تبقى رستريكتد مش اي حد يقدر يشتريها industrial بتبقى معمولة عشان مثلا تشتغل في مكان ممكن يسخن او ممكن يتعرض درجات حرارة يبقى فيها extreme زي مثلا الاجهزة اللي بتشتغل في التلج مثلا او الاجهزة اللي بتشتغل في تشتغل مثلا في الاماكن اللي فيها افران او حاجة زي كده او جنب درجات حرارة عالية ممكن هي تبقى برضو متعرضة لدرجات حرارة extreme اكتر شوية من الحاجات اللي نعتبرها commercial commercial دي يعني الحاجات consumer electronics زي التلفزيون زي الحاجات اللي هي زي كده دي تطور commercial برضو من المكونات اللطيفة جدا الناس بتعامل معها كتير voltage regulators يعني نكلم بتفاصيل ان شاء الله في جزء دوت في جزء ال power supplies او مثلا بتبقى لها three legs او three leads بالشكل كده كده بتبقى بتاخد يعني فيها عندي input و output و ground input ده بيبقى حاجة ما هيش rectified او ممكن ما تبقاش يعني ما تبقاش regulated واطلع لي في الاخر حاجة regulated يعني بتبقى very يعني قريبة جدا من الرقم اللي الموجود عندي هنا ده 78L05 بيطلع لي هنا خمسة فولت بالزبط بتبقى ال variations حواليها صغيرة جدا 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 رغم ان يكون ممكن يكون فيه اختلافات في ال input ممكن يبقى لها شكل تاني كده بالمنظر ده كده يعني فيها هنا لو انا بمشي فيها كده تعالي بيبقى فيه هنا جزء كده بيبقى heat sink metallic ممكن اوصل به هنا احط هنا وراه هى think كبير مثلا اوصله هنا بمصمار كده ده طبعا بيستعمل في لما يكون عندي عايزة استعمل ال component ده فكرة انت عالي شوية عموما بالنسبة اشكالها وانواعها بتختلف طبعا لو اكلم على ال dual inline package احنا بيستعملها كتير في التجارب بتاعت المعامل في الكوليات بيلاقي ان احنا عادة بنتكلم عن ان احنا بنعد الرجلين بتاعتها من ال dot اللي موجودة فيها في عندي عالي من white dot كده او بيبقى ساعات بتبقى engraved ده بتعرف لي pin مرة واحد فين ببتدي عد منها كده في ال direction اللي هو ال direction اللي هو ده كده وبامشي كده يعني حاجة زي counter clock wise بامشي واحد غاية سبعة وبعد كده تمامية تسعة عشر غاية فوق كده اربعتاشر فواحد هنا وصادة اربعتاشر مش وصادة تمانية اوكي ممكن يبقى فيها عندي ناطش نفس الكلام يعني يبقى ما يكون عندي هنا في دايرة white dot كده يبقى فيها عندي ناطش الناطش دي برضو بعرف من جنبيها كده على شمالها بيبقى pin مرة واحد برضو بعيد كده في نفس الاتجاه ده لو هي برضو كبيرة بلنرس الكلام بالضبط ممكن يبقى في الاتنين موجودين عادة بيبقى فيه الرقم بتاع IC نفسه موجود لو الرقم ده مش موجود وامرنا ما نعرف ال ICD ايه صعب جدا بيبقى عادة موجود ICD بيبقى لها طبعا manufacturer suffix كده او prefix يعني بيبقى فيه اسم manufacturer موجود هنا او حاجة code بيبقى خاصة من manufacturer وهو بيبقى فيه رقم اساسي هو بيبقى لوعلاقة مثلا لو انا بكلم على logic family مثلا بكلم على logic IC بيبقى logic family موجودة والنوع sub family بتاعتها ايه يعني مثلا ممكن تبقى ls هنا غير s غير مفيش خالص غير لما حطت هنا مثلا حاجات اللي هي hct مثلا بيبقى اختلافات بين اللي حاجات دي كلها وبعض بيبقى اختلافات طبعا حسب التكنولوجي بتاعتي اللي مستعملها ايه وفيه في الاخر بقى function نفسها بتبقى عادة متحددة بالاخرانية خالص هي ايه نوع بقى من نوع وفيه suffix في الاخر ممكن يبقى بيعبر عن package type بتاعتي او temperature range بتاعي اذا كان مثلا زي ما كنا بقول commercial او industrial او ايه بالضبط عادة انا وده كود اللي يهمنا بقيت الحاجات التانية دي غالبا متبقاش موجودة قوي يعني مش نادرة ما بتشوفها فاما حاجة نقدر احنا ناخد الرقم دوه بحيس ان احنا نروكت اوب على الانترنت ونقدر نجيب ال data sheet بتاعتي طبعا كان زمان لازم الحاجات التي موجودة عندنا في كتب data sheet كده كتب موجودة في مكتبة وندور عليها بقى في الكتب دي دلوقتي بقت اسهل بكتير الحقيقة مجرد بس لو كتبت الرقم بتاع ال IC على الانترنت تقدر تجيب على طول data sheet بتاعتها في منتقى البساطة يعني لو احنا اخدنا الرقم اللي موجود هنا دوت اللي احنا شايفين عندنا في ال ICD وكتبنا على جوجل مثلا وعملنا search او كتبنا بس انجابيها data sheet هيطلع لنا على طول site نقدر ننزل منه data sheet بتاع ال ICD في الحقيقة المحاضرة دي كانت هدفها ان احنا بس نمشي على المكونات كده نفتكيرها مع بعضهم ننتعرف بس ايه ال Varieties الموجودة عشان ما نبقاش واخدين الدليا بس مجرد الحاجات theoretical اللي احنا شفناها في ال ICD فعلشان ناخد الكلام ده بقى بشكل عملي اكتر شوية بنصح الناس انها تخش على واحدة من المواقع بتاعت ال Component Distributors ونبدأ بقى نشوف انواع المكونات اللي احنا كلمنا عليها في المحاضرة دي ونحاول نلقلها sample components يعني نحاول ننزل data sheet بتاعت مثلا Potentiometer مثلا Reostat بمواصفات معينة بقيمة 1K مثلا ونشوف هيبقى شكل عامل ازاي ونبص على different types اللي احنا كلمنا عليها لشان نشوف الفرؤات بتاعتهم عاملة ازاي في ال data sheet بتبقى موجودة طبعا الفرؤات دي بمتقى الوضوع وممكن احنا نقارن المواصفات بتاعتهم ون compare the cost to different types لو احنا مثلا نكلم على انواع من ال capacitors مثلا عندنا capacitors معمولة من tantalum او معمولة مثلا من aluminum ايه الفرق بين الاثنين لو هي الاكتروليتك وخلاص او هي tantalum ايه الفرق بين الاثنين بتاع يعني هل في فرق في المواصفات وفي فرق بين الاسعار بتاعتهم كمان هل لو انا جبت paper capacitor هيبقى زيه زي السيراميك او فيه اختلافات بينهم من بعضهم في الساعة حاجات دي كلها لازم عشان يبقى عندنا practical experience لازم عندنا يعني ناخد وقت كده ونقدر نبص على مكونات موجودة في الدنيا فعلا ونقارن بينها عشان يبقى عندنا المعلومة دي فطبعا دي تعتبر اساس عشان بعد كده في كل بقى المحاضرات اللي جاية هيبقى الكلام اللي الكلمة عليه النهاردة ده عبارة عن background هليبني عليها بعد كده بقيت التوبيكس التاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر